مطحون الترمس وانا شريعة جاهز بيتباع عند الطحون او ممكن تشترون من عند العطار او تعملوا دقيق الترمس في البيت وانا عملت معاكم في فيديو قبل كده هحطوا ليكم رابط الفيديو في صندوق الوصف وكمان معايا اتنين مربع من الجبنة ومعانا كمان اتنين بيضة كبيرة ومعانا بيكين بودر وملح وخل وبالنسبة للكيتو دايت البديل ممكن تستعملوا دقيق السمسم او تستعملوا دقيق اللوز على حسب ما انتوا عايزين وبالنسبة للديت العادي ممكن طبعا تستعملوا الترمس او حتى تستعملوا دقيق الشوفان برضو المتاح اندوكوا استعملوه هنجيب دلوقتي طبق كبير وهحط فيه نص كوب بالاكواب العيارية من دقيق الترمس وهضيف عليهم دلوقتي نص معلقة صغيرة من البيكين بودر وهنحط رشة ملح بسيطة حوالي كده ربع معلقة صغيرة ودلوقتي بقى هنسيب الطبق ده اللي فيه المكونات الجفة وهنجيب الكبه الصغيرة او الخلاط هنحط فيها دلوقتي الجبنة والبيت هنجيب دلوقتي الكبه هحط فيها اتنين مربع من جبنة المراعي وممكن نستعمل زبادي او حتى ممكن نستعمل لبنة او جبنة اريش وهضيف كمان دلوقتي اتنين بيضة كبيرة وعلشان الزفارة بتاعت البيض هنضيف دلوقتي كمان خل هنحط حوالي ربع معلقة صغيرة من الخل الابيض وهنشغل دلوقتي الكبه لغاية لما البيض والجبنة يتفرموا مع بعض كده ويدونوا خليط سائل قبل ما نحط الخليط بتاع المكونات السائلة هنقلب المكونات الجفة مع بعض كده بالمعلقة وبعد كده هنحط الخليط بتاع البيض والجبنة وهنقلب بقى دلوقتي بالمعلقة كده المكونات كلها مع بعض كويس بعد ما يختلطوا مع بعض بيكون معانا الخليط تقيل وبيلزق قوي احنا عايزين الخليط ده يكون في صورة سيلة يبقى عامل كده زي الخليط بتاع الكريم فهنجيب دلوقتي بنفس المعيار اللي احنا عيرنا بيه دقيق الترمس هنجيب دلوقتي نصف كباية بالاكواب العيارية من الميا وهنضفها بقى دلوقتي ونقلب كده احنا مش هنحتاج اكتر من نصف كباية ميا دلوقتي هنضفها بالتجريك ونقلب لغاية لما نوصل للقوام اللي هنشوفه دلوقتي انا كده خلاص ضفت كمية الميا كلها وبيكون معانا الخليط بالشكل ده هو كده مناسب قوي انا هعمل الخبز في قهلة الوافلز في القطع دي مش القطع اللي هي بتاعت الوافلز لا القطع دي اللي هي الجريل علشان تعطينا جزي شكل التس بس اهم حاجة نعمل مسحة كويس او كده من زيت الزتون قبل ما نحط الخليط بتاع الخبز اه ولو ما فيش قلت وفلز ممكن تعملوها في طاصة على النار بس تكون طاصة بالزقش فيها المكونات تعملوا مسحة كويس او من زيت الزتون او الزبدة وتحط الخليط وتستعملوها عادي دلوقتي بعد ما حطيت زيت الزتون شغلت القالة وهنحط بقى دلوقتي الخليط ونوزها كويس كده بالمعلقة مفيش اسهل من كده خلاص حطينا الخليط هنقفل بقى آلة الوافلز لغاية لما اللامبة التانية تنور يبقى كده خلاص بيكون جاهز معانا دلوقتي اول واحد من خبز التست بيكون معانا بالشكل ده هنعمل بقى الكمية بنفس الطريقة هنعمل كده الاول مسحة من زيت الزتون او حتى زبدة وبعد ما وزعناه هنقفل القالة ونسيبها لغاية لما اللامبة التانية تنور بالشكل ده كده خلاص بيكون جاهز معانا تاني واحد من الخبز طبعا مفيش اسهل من كده الكمية ديها تدينا تلاتة من شريح الخبز الكبيرة وبعد كده هنقسم كل شريحة لاتنين انا بعمل دلوقتي اخر كمية معايا بعد ما مسحت القالة كده بزيت الزتون ووزعت الخليط خلاص بيكون جاهز بقى معانا دلوقتي اخر واحد من الخبز بيكون معانا بالشكل ده دلوقتي بقى ممكن ان احنا نقطع الخبز ده كل شريحة نقسمها اتنين او ممكن تقطعوها على شكل مسلسات على حسب ما انتوا عايزين انا هقسم كده كل واحدة اتنين بالشكل ده ودلوقتي بقى هنعمل مع بعض احلى واجمل ساندويتش انا معايا هنا جبنة كريمي بعملها في البيت وعملتها معاكم في فيديو قبل كده حطولكم الرابط بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف هنحط كده على كل شريحة من التوست معلقة من الجبنة ونوزعها كويس قوي ومعايا كمان شريح من الخيار انا مقشراهم اطعاب الشكل ده وكمان شريح من التماطم طبعا ممكن تعملوا اي ساندويتش انتوا عايزينه بيكون جاهز بقى معانا دلوقتي احلى واجمل ساندويتش توست ينفع فطار او عشا سريع وطعمه جميل جدا وممكن كمان نقدمه بطريقة احلى ان احنا نقسم ساندويتش توست ده نقسمه من النص ونقدمه بشكل اجمل شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا وعلى فكرة ريحته حلوه او طعمه اكتر من رائع جربوه ان شاء الله هيعجبكو وكده عملنا مع بعض ارخص واسرع واحلى خبز توست مناسب للضايت العادي وللكيتو دايت والمرضى السكري ومرضى حساسية الجلوتين خبز خالي من الجلوتين من غير نشويات ومن غير دقيق اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكو الحلوة وبالف هانا وعافية